طيب خلينا برضو بمناسبة النشيين امتى حيبا عندنا تفكير استراتيجي ممتد بين الفرق بمعنى انت دايما بتبص مش قدام شوية بتبص تحت رجلك قوي في اعداد اللعبة عندك لعب صنع لعبة زي عبدالله السعيد كان من الواضح جدا من سنتين انه ما فيش بديل له كصنع لعبة ولما بيغيب الدنيا بتتهد وبتغير طريقة لعبة انت النهاردة اوجدت ناصر ماهر لو احمد حمدي او ناصر ماهر اخد فرص حتى لو عشرين في المئة من الموسي في مراحل سابقة كان هيبا عندك صنع لعبة جاهز ما هو انت جزء من اعداد اللعب اللي انت شايفه انك تقير واحد زي ناصر ماهر انت انت بعدته لانك انت عارف انه اللعب كويس وقال له كنت سبته فري انت عارف ان هو ده اللي حيبقى البديل الاستراتيجي وخلي بالك ان الكابتن عبدالله السعيد كان في قمة تقلقه انت كنت متقعي استنى موسمين كمان معاك فهي فكرة ان نضج اللاعب البديل مش لازم يبقى عندك في مطبخك انت ممكن بقولك الاعارات هي الحل النموذجي لكن لما يبقوا موجودين معاك لازم يدفع بيهم بشكل مقنن عشان ما يتحرقوش لان انا مش عايز اشعيل ناشئ النهاردة فرقة بتتغير او بتغير رجل ده مسؤولية كبيرة عليه لكن فريق مستقر وقف على رجله بتدي وانا شاف ان اللي بتعمل دلوقتي صح جدا يعني هو حتى الناس ايه تقولك هو ليه بيصحب ناصر مقر يا جماعة الراجل بيلعب تلتين المباراة كويس قوي انك شفوه بهازي الحالة الجيدة في تلتين المباراة يمكن التلت اللي يسيبوا في الملعب يغير رأيكم لان بدان ايه حيهبط يحصل حاجة فسيبوا الجهاز الفني ماشيين بعقل انا شايفهم ماشيين بعقل وبهدوء واتوقع ان احنا نشوف اكثر من ناشئ اتوقع ان اشوف اكرم توفيق او اتوقع ان اشوف احمد حمدي اتوقع ان اشوف اكثر من حد ما حدش كان متوقع ان اك حتشوفه سرعة محمد شريف ودي احنا شفناه الراجل لافت للانظار اذا الجهاز الفني باصص للتفاصيل وعندنا اخوانا موسم افريقي محلي عربي يستوعب مجهود الجميع طيب عندنا موسم شاق وطويل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة